اشتركوا في القناة التي تعاني من ازمات وصراعات وخاصة في مراحل اعادة الاعمار ومن جانبه اكد العسومي ان الدول العربية لديها احتياجات تنموية كبيرة مشددا على ان تنمية رأس المال البشري يمثل اولوية مهمة وملحة للدول العربية وتشكل اساسا لعمل تنموي مشترك بين الجانبين واستعرض العسومي نتائج المثمرة للقاءات المكثفة التي عقدها مع نواب رئيس البنك الدولي وعدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الاجهزة الرئيسية الخمس التابعة للبنك